السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل متابعي ومشترك قناة ايجان دلوس النهاردة هنقدم كيف تؤمن التعليم لجانب تحنات السنوات العامة والديبلومات ازاي هتقدر تأمنها صحيا وازاي الطلبة هيبقوا في امان ان شاء الله يعني هنعملها سؤال واجابة كده وزارة طلبات التعليم ردت على كذا سؤال فيه اجراءات صحية هيتم تطبيقها ان شاء الله لتأمين لجانب تحنات السنوات العامة والديبلومات الفنية حرصا على سلامة ولادنا من اي فيروس او من اي مضاعفات او من اي اوبئة اول حق كيف هيتم تحقيق التباعد بين طلاب السنوات العامة داخل اللجانب التباعد بين الطلاب سوابها السنوات او دبلومات هيتم تخيل توزيع الطلاب على شكل كبير يعني حوالي اربعتاشر طالب في كل لجنب طيب ما هي الاجراءات التي هيتم تطبيقها في اللجانب هيتم تحقيم اللجانب فرعية بشكل مستمر قبل كل امتحان وبعد انتهاء الامتحان على مساء الجمهورية طيب ايه الاجراءات اللي بيتم تطبيقها على الطلاب الطلاب الوصارة هيتسلامهم جوانتات وكمامات وايضا رداء قدم يبقى يبقى عندك جوانتي وكمامة ورداء قدم طيب ايه الاجراءات الصحية المقارة تطبيقها على الطلاب هيتم توفير كواشف حرارة لكياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول الى لجانب طب يتم الكشف زيعة طلاب هيتم التوفير بوابات جارة تصنعها تضع أمام اللجان طبعا انتاج الحرب كان مصنع بوابات زي كده وانا كنت حطها على جاندلس من نوعات وتقص الحرارة والكلام ده كل عشان كانت تعتبر الجراءات الصحية اللي تقوم بقى الوزارة بتطبيقها من أهم الضوابط اللي بتحصلها التمهم كبير جدا من قبل الحكومة لأن صحة الطالب والحفاظ عليه من أهم خطوات الوزارة والدولة بشكل كبير جدا ده كان أسئلة وإجابة من الوزارة على كيف تؤمن التعليم اللي جاء الامتحانات والديبلومات إن شاء الله ولادنا في أمن وأمان إن شاء الله وإذا ما قال وزير الترباط التعليم اعتب نفسك راح سوبر ماركت أو انت راح مشوار أو كلام ده كله فهنأمن ولادكم أكتر من أي مكان تاني ده كان رد الوزارة على كل أسئلة أولياء الأمور ما تخافوش على ولادكم إن شاء الله يكونوا في أمن وأمان وإحنا ندعي ربنا عز وجل يكونوا لدنا في أمن وأمان مش عز وجل أكتر من كده وهي المشكلة اللي السلامة العامة مش هتقدر تقيمها إلا بامتحان ما نقدرش نعمل قدرات ما نقدرش نعمل حاجة تانية فربنا نكتب لهم السلامة والخير إن شاء الله وقدر لهم الخير أينما كانوا ويا رب العالمين احفظ مصر من كل وباء قولوا دايما أمين كان معكم مسامر رزي مؤسس أجيال الأندلس وانشر الفيديو حتى عمل فئده وانتظرنا في كل جديد وأكيد أول بأول على قناتكم قناة أجيال الأندلس في أمان الله اشتركوا في القناة